كشفت صحيفة جلوبز الاقتصادية الإسرائيلية تغيير سفن الشحن مسارها والتفافها حول إفريقيا بسبب هجمات الحوثيين وقالت الصحيفة إن السفن الإسرائيلية زادت من عدد أفراد الأمن على متنها ما يؤدي إلى تكاليفة إضافية مشيرة إلى أن سعر الشحن ارتفع لكل حاوية من الصين إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بنحو 14% في الوقت الذي انخفض بين آسيا ودول البحر الأبيض المتوسط وأكدت الصحيفة أن محاولات الابتعاد عن سواحل اليمن في مضيق باب المندب محكوم عليها بالفشل لأن الحوثيين لديهم قدرات بحرية متطورة أعلن موقع يوكي امتو عن محاولة سفينة جديدة الاقتراب من خليج عدن وأضاف الموقع أن السفينة ابتعدت من مياه خليج عدن وسط تحذيرات من تعرض السفن العابرة في المنطقة للهجوم يأتي هذا على وقع عملية إنقاذ للسفينة سنترال بارك في خليج عدن بعد محاولة الاستلاء عليها من قبل مسلحين مجهولين ترجمة نانسي قنقر